موسيقى والآن مع ورقة إشكالية البطلي في الدرامة التلفزيونية العراقية للقاس ميثم الخزرجي فليتفضل مشكورا الاسم ميثم محمد علي كاظم الخزرجي اسم الأدبي ميثم الخزرجي التولد العراق النجف التحصيل الدراسي ماجستير علوم الحاسبات تخصص ذكاء إصطناعي أضو الاتحاد العام للدباء والكتاب في العراق أضو الاتحاد للدباء والكتاب فرع النجف أمين الشؤون الثقافية السابق في إدارة ناد السرد في اتحاد للدباء والكتاب فرع النجف المؤلفات والمشاركات الأدبية بريد الآلهة قصص قصيرة الفائزة في مسابقة الشباب عن الاتحاد الأدباء والكتاب العراقي لعام الفين سوطعش صدرت عن الاتحاد العام للدباء والكتاب العراقي النزوح نحو الممكن قصص قصيرة من شورات اتحاد للدباء فرع النجف الأشرف صادر عن دار أحمد المالكي الفين وعشرين لديه تحت الطبع مجموعة قصصية جاهزة للطبع جدلية السؤال ومحنة التحرر مقاربات في المعرفة والثقافة جاهزة للطبع ولديه كثير مسابقات والمشاركات الشعرية وتاريخ حافل بالإبداع والتعلق والاتفضل مشكورا أصحاب الذوق المشتغلون في حقل المعرفة والفن والجمال صباح الخير بحثي يعنا بإشكاليته صناعة الوطن الدرامي في الدرامة العراقية تحديدا من وجهة ثقافية نسقية إن الهوية الثقافية المعنية بطبيعة المجتمعات تتغير بتغير مناخها السياسية والعقائدي مع الاحتفاظ بالنسق المتوارث الذي يضيء سمة هذه المجتمعات ويميزها عن غيرها وما ينعكس سلبا أو إيجابا على المنظومة القيمية التي تعنى بالفرق ولعل يأجد أن كثيرا من الشعوب عرفت عن طريق لهجتها زيها السحنة المشكلة لمنظرها المزاج وما يتعلق بتقلباتها النفسية وما هي التعامل فيما بينها ومع الآخر من حيث الالتزام الأخلاقي والقيمي وقد تكون ثمت صفات إنسانية إنمازت بها لتطفي هيئة دالة تمثل حقيقة هذا المكون بجميع مزاياه وهذا ما نلاحظه بصورة جلية في هذا الأوان وبعد تمدن الحياة واختصارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحول العالم إلى مدونة معلوماتية تظهر عن طريق محرك البحث وقد يعطي هذا التقدم العلمي جهازاً مفاهيمياً جديداً على طبيعة الكائن البشري بعدما كان بحلة تقليدية ساكنة ويراعي هذا التمدن جميع مسارب الحياة الاجتماعية والاقتصادية مع الأخذ بعين الاعتبار للحراك الجمالي والفني منه وهنا يكون التثوير في السياق الكلاسيكي تبعاً لظهور مدارس حداثية لها أنساقها المعرفية المؤهلة بإعطاء منظومة معيارية ناجمة عن تثاقف منهجي واضح له عدة مشتركات مع سابقه مثل التكعيبية والتجريبية والسريالية وهذا أمر طبيعي في ما هي الاستحداث والمغايرة عن طريق وضع منهاج طليعي على وفق نظام معرفي دال له زعمه في التطور والتجديد لينسحب هذا الأمر على جميع الأصعدة الجمالية بأشكالها ومسمياتها من أدب بجنسيها الشعري والسري إلى نحط وسينما ومسرح ودرامة تلفزيونية لتظهر ملامح النهضة على جميع هذا الفنون مع الإشادة بالعلاقة الجدلية بين عنصر الفن بوصفه العتبة الأولى في استبزاز وعي الإنسان ومدركاته الحسية وبين المحيط الخارج الذي يستقبل هذا الفن واقعاً أود أن أتوقف عند الدراما العراقية تحديداً وما طرأ عليها من تجديد في الشكل والصورة التي تعنى بهيئة البطل الدرامي ومظهره العام وقد يتصل هذا الاستقرار البحثي عند تناسب المضمون الذي يتكيف على وفق مقدرات الواقع وأحداثه الكثيرة فمن الخطوات الأولى التي يشتغل عليها المؤلف المتمثلة بتكنيك الفكرة وشخوصها المختلفة ووقائعها المفصلة وكل الأمرين معنيين بتجهيز الحدث وتنشيطه لذا أجد أن سجية البطل الدرامي الذي يعده صاحب النص إن كان عاشقاً ذائباً في حبيبته أو رجلاً خارقاً عنجهياً له قوته المدمرة ونفسيته الموتورة يتراوح ما بين القدرة على الإقناع من عدمها ويرجع السبب إلى طبيعة الكاتب إن كان قد خبر أدواته الحرفية جيداً أو لا ليصنع من فارس نصه صاحب سمة غالبة عليها الخيال أكثر من قدرته الفعلية فيضخ في بعض من التفاصيل المعنية به كماً من الصفات الفوقية جاعلاً منه إنساناً متفرداً عابراً لحدود المتوقع وهذا أمر اعتيادي قد يكون ذلك في حال لو توافقت الجنبة الفكرية مع سياق الحدث لتشكل بعداً درامياً قائماً على محددات فنية واقعية مانحة ذلك الوهج الاعتباري للبطل وهذا ما نجده في كثير من الأعمال الدرامية العراقية وقد عبر فرويد عن ذلك في وصف الأنى المتشبثة بالما حول الواقع وتجتمل الحياة الشعورية الواقعية هذا كلام فرويد وتجتمل الحياة الشعورية الواقعية التي تتشكل عبر التفاعل مع الواقع القسم اللي يقصد الهوة تقسيم فرويد الأنا والأنا العليا والهوة الذي يأتي نتيجة تأثير العالم الخارجي فيه تأثيراً مباشراً بواسطة جهاز الإدراك الحسي الشعور أما في حال المضي بالخيال أما في حال المضي بالخيال لصالح البطل على حساب الفكرة فأنه سيسهم في خلق فجوة فنية لا داعي لها لكني سأستقر عند جنبتين معينتين لهما أثرهما الواضح على الصفة المعنية للبطل وما يضمره من خصال إنسانية كانت مخلاقية أو لعلها جسمانية معلنة تؤرق المتلقي وتنطره بعلامات استفهام الجنبة الأولى ميزة البطل العاشق في الدرامة العراقية هل بالضرورة أن يكون وسيماً ممشوق القوام وهل أن العاشق يختصر بالسمات الآن ففقط ولو سلمنا أن مقاومات العاشق لها مقاديرها البهية والمضيئة هل الموجب الفعلي له أن يكون منتصراً في نهاية المطاف راكلاً جميع العقبات التي تصادفه هل ثمت حدود فاصلة ما بين المدونة الأدبية كوقاع وأحداث عامة وبين انزياح الخيال الفني بعيداً لينتج لنا مشهداً جمالياً خارجاً عن المألوف ولماذا نستمتع بهذا المتسلل من أرض الواقع أخصد في النص هل يشكل لنا خدراً نسبياً إمعاناً لكم الهموم المتراكمة التي تحيط إنسان هذا الواقع الجنبة الأخرى هو الكاريكتر الذي يخص البطل هل يحتم عليه أن يعبر حدود المنطق بأن يكون قوياً بل قوياً جداً على الرغم من بنيته الجسمانية الهزيلة أو أن يتعالى على النظام الاجتماعي ليكون فعلاً دراماتيكياً يتمحور بين الواقع والخيال بدءاً من المفترض أن نشير إلى الأعمال العظيمة التي قدمتها الشاشتان الصغيرة والكبيرة على مدار مدة التأسيس إلى يومنا هذا وهذا أمر لا شك فيه مشيراً إلى الدور الفاعل الذي يقدمه الفن على المستوى الإبسيمولوجي والقيم بالنهوض بوعي الشعوب وإعطائه حصانة معرفية لكن هذه الصناعة من المفترض أن تمرر لنا عبر رواشح نقدية مهنية مع الاحتفاظ بعنصر التشويق والإثارة الذين دأبت عليهم الذهنية الأدبية غير أن هذا التشويق من المفترض أن يكون غير مجاني أما بخصوص الإثارة فمن الواجب أن لا تصبح سائبة ومنزاحة عن الواقع بمراحل كبيرة وهنا إشارة إلى مراجعة عملية في خلق الأبطال من لدن الكاتب بحسب ما يقول الأستاذ محمود أحمد عبدالجبار الجبوري الشخصية في كتابه الشخصية في ضوء علم النفس ذلك النوع الذي نعتقده أنه يتسم بصفات خاصة ومتفردة كذلك الحال بالنسبة لنظرية السمع نظرية السمع يقصد هو مجموعة من الصفات لتكون علاقة متبادلة ما بين النموذج والسمة باعتبار أن علم نماذج الشخصية يتضمن مجموعة واسعة من السمات أو أن تكون ساعة التشويق انتهى كلام الأستاذ محمود أو أن تكون ساعة التشويق غير مقننة بحسب معيار السبب والنتيجة لتندرج في إطار الخيال غير المدرس ولعلي أجد أن مجتمعاتنا مررت عليها كثيرا من هذه الأعمال وروج لها وشاع سوقها في حينها بسبب موهبة الممثل الذي وقع عليه الاختيار إن كان كوميديا أو تراجيديا ليعطي للدور حقه من الناحية الفنية بعيدا عن معمارية المشهد وهاجسه العام فيكون الاهتمام بالبطل الدرامي نفسه وقد يكون إفه مشهد بسيط منه سيخلق عالما من الضحك على مدى سنين عديدة كما حصل عند الفنان راحل سليم البصري كذلك الحال لفنانين كثر وعلى المستوى التراجيدي أيضا مثل الفنان عبد علي اللامي والفنان عز الدين طابو الذي وهبتهم ملامحهما صارمة تأسيسا راسخا وانطباعا مسبقا لذهنية المتلقي العنصر الآخر حالة الكد والوجع الذي تعيشه أغلب بلداننا العربية التي لها نتائجها السياسية والاقتصادية لينعكس على المشغل الفني والجمالي أيضا ولعله يكون تحريضا على اتباع بعض من السياقات الفنطازية داخل المبنى الحكائي للنص تبعا لمآل الواقع المؤلم ليتبلور إلى فعل جمالي على مستوى الصوت والصورة لكني أجد أن في هذا الأواني التكنولوجي المتعافي بتقنيات ذكال الصناعي والتي بدورها استحوذت على جزء كبير من سعة المخيال لتؤسس عالما حديا بعض الشيء من الصعب أن يتفاعل أبنائه مع ما يصدر من أعمال باردة من حيث اختيار الأدوار وتصويب شخصها فنا ورؤية وتسييرا حقيقيا كونها أعمالا ثقيلة فيما هي التدوير الحدث بالاتجاه الصحيح ومجرد من القابلية الفنية على إرضاء شغف المتلقي خلاصة البحث طبعا هو يتضمن عدة نقاط أول نقطة تهيئة البطل الدرامي بحيادية وعدم إعطائه سمات السوبرمان مما تساعد على خلق شعور مستتر أو معلن من ناحية التزييق والاستيعاب من لدى المتلقي التخلص قدر الإمكان من الطلاء الفني غير المجدي في رسم الدالة أقصد البطل مما يعطي واعزا مهنيا في بناء مشهد محبوك خال من الترهيم والافتعال الاحتكام إلى المعايير المهنية في صناعة دراما خالية من الوجه المشوه للواقع من حيث البطل المركزي وهنا يجب التنويه إلى الاختيار المحكم للمتن الأدبي الذي ينسحب للدراما العناية بالدور المهني للمخرج والطاقم الفني يعطي رصانة في تشكيل بنية المشهد وإيفاء غرضه في حال التعاطي مع مادة العمل الخام القصة التعاطي مع البطل كونه جزءا فاعلا من العمل وليس بوصفه القدري والكوني الذي يقود الحدث إلى معالات سائبة يجب الاهتمام بتحولات البطل وانتقالاته السيكولوجية داخل بنية الحدث مشكلة بذلك وحدة عضوية كما يعبر عنها يجل مشكلة بذلك وحدة عضوية متكاملة ومنتجة والتي تنطلق بتصاعد درامي على وفق استقراء فني يعطي زعامة مهنية خالصة للوصول إلى الغاية المرجوة في إضاءة البطل موضوعية العلاقة بين السياق العام للبطل الدرامي وبين جاهزيته على تطويع الحدث على وفق سياق محدد لا يترك فجوة داخل العمل شكرا جزيلا لكم أيها العمل شكرا